ازايكم عاملين ايه رابط كونو بقى الف خير النهاردة هتكلم معيكم عن كابسولات بي اكتف الكابسولات دي فيها زيت جنين الامح هي كابسولات جيلاتينية البنات اللي متابعيني من سنين هيعرفوا ان انا كنت مساخدم قبل كده كابسولات جنين الامح وكانت بتقابلكم مشكلة انكم ما كنتوش بتلاقوها بتوفرة يعني على طول فدي كمان كانت مشكلة بتقابلني لاني جيت فترة ما كانتش بتبقى موجودة كنت بعد ادور عليها بعد كده ابتدى سعرها يرتفع وبتدت تغلى بطريقة غبية قوي كانت بـ 18 بعد كده حاجة و 20 بعد كده 40 بعد كده حاجة و 50 يعني ملاها بقى يعني هتفضل تعلي كده انا مش هفضل لانا ايه كل ما اجي اروح اشتريها اروح اشتريها بسعرها اعلى فمش هينفع فهو بصراحة وقفتها معيني كانت نتيجة بتاعتها حلوة جدا بس كانت ليها يعني تحذيرات فانتو عمواته لو انت بتشتروا الكابسولات لو بتعينوا من مرض معين او كده اه فاسألي الدكتور قبل ما تجيبيها عشان ما تجيبهاش وتغديها وتبقى فيها اضرار بالزات الكابسولات حتى لو كانت فيتامينز وكده فانتو ما تشتروش حاجة غير لما تسألوا عليها الاول فالكابسولات دي هي 30 كابسولة كت سعرها بقى كام اشوفلكوا السعر اه انا جايبها على فكرة من قريب يعني ما كملتش شهر اه اه 23 جليه ونص فاي سعرها 23 جليه حلوة بسروحة فيها 30 كابسولة ويا رب سعرها يفضل على كده واجبتها مكان انا كنت في الدقيه في مرة وعدت على صيدلية لقيت مني ولا عدت دورت عليها ولا اي حاجة من اول صيدلية قبلتني سألت على الكابسولات رحت لقيتها عندهم فاعتقد دي ما فهاش مشكلة لانكوا تلاقوها اسألوا هتلاقيوا ان شاء الله انها متوفر كمية ان شاء الله عشان الكابسولات اللي كانت قبل كده تعبتكم كتير انا عارفة اللي كانوا متابعين القناة وكده ففي كتير كانوا بيعودوا يدور عليها وما مش بيلقوها انا والله يجي فترة كنت بعض ادور عليها برضو ما بلاقيهاش ولما رجعت اتوفرت اتوفرت بسعر اعلى وكده فده البديل الورقة اللي بتبقى معاها ما كانش فيها اي تحزير ولا اي حاجة بس للامانة انكم تسألوا لو بتعينوا من مرض معين او حاجة معينة فانتو اسألوا قبل ما تشتروها عشان ما تسبب لكوش درار لو هي ليها اضرار بس غير كده هي كويسة جدا بصراحة والشعر زي ما قلت لأكسدت البشرة لبشرتي عمتا لما بخرج من الشمس بتأكسد فده ما لاحزتوش اوي بس حسيت ان البشرتي رايقة كده شوك وحلوة جدا للشعر فده اللي انا بلاحظوا انها حلوة جدا للشعر مش بتبانى على طول كده يعني انتو برضو بتاخدوا وقت عشان تشوفوا النتيجة كلها النتيجة بقى للجسم والشعر والبشرة كل حاجة فعشان تلقوا نتيجة تستخدموها 3 شهور وبعد كده بتوقفوها بعد كده رجعت تستخدموها بقى يعني شعر كده مش مش يعني مستمرين منها على طول بس يعني اي فيتامينز بتاخدها في حدود 3 شهور وبعد كده بتبتدي تقليلي الجرعات بقى وطبعا على حسب نقص الفيتامينز اللي عمدك وكده يعني هي حوار طويل بس عامة الكابسولات انت بسهولة ولو لقيت نتيجة باستخدميها يعني على فترات وكده انا بعمل ايه هي بيقولك انت بتاخدها يعني في مارتين في اليوم انا باخدها مرة واحدة والله بس باخدها كده لما بافتكرها يعني بسهو ممكن تاخدها الصبح وبالليل يعني مرة الصبح ومرة بالليل انا باخدها كده في اي وقت بجد يعني لما بافتكرها بروح واخدها بس هو ده ريبي النهاردة اه اتمنى لهو يكون عجبكم تشتركوه في القناة وتفعلوا الجرس عشان الفيديو هادي اللي جاية هتبقى حاجات كتيرة اقتصادية سمايا للبشرة وللتشار اه حاجات طبية وحاجات علاجية وحاجات تجميلية شوية حاجات كرافت وحاجات هنلميد يعني بسوا القناة هتبقى فيها حاجات كتيرة هو ده بقى ريبيو بوي اشتركوا في القناة